الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيدا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيدا الأيات التي ذكر أخونا سامر جزاو الله خير هي من سورة الأنعام وهي في مناظرة إبراهيم عليه السلام لقومه بعد أن أبطل لهم حججهم في عبادتهم لآلهتهم الأرضية في سورة الأنبياء وغيرها من الصور ناظرهم في آلهتهم العلوية كما قال العلام بن كثير عليه رحمة الله فابتدأهم ببيان أن الله سبحانه وتعالى له الحياة الكاملة وأن الله عز وجل لا نقص في صفاته بوجه من الوجوه وأما أنتم الذين عبدتم القمر أو عبدتم الكواكب أو عبدتم الشمس أو غير ذلك فأنتم ضالون منحرفون مشركون بالله سبحانه وتعالى فلما بيّن لهم بطلان عبادتهم لهذه الكواكب التي لا تملك شيئاً مع الله كما قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فكل هذه المخلوقات لا تعبد مع الله وكل هذه المخلوقات إنما هي من دلائل وجود الله سبحانه وتعالى ومن دلائل وجود قدرة الله عز وجل ومن الأمور التي تدعو المسلم إلى أن يعظم ربه تبارك وتعالى حق التعظيم ولذلك هذه المناظرة التي جاءت في صورة الأنعام كانت من أقوى المناظرات ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد نهاية هذه المناظرة وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبله ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسعى ويونس ولوطى وكلاً فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده لأنه أخوانا التوحيد نعمة يصطفي لها الله سبحانه وتعالى من يشاء ويضل الله عز وجل عنها من يشاء ممن ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفعه أو أن ينفعه كما قال الله عز وجل ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئاً يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئاً ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولذلك يا أخوانا هذه المناظرة في قصة إبراهيم هي من أقوى المناظرات في إبطال استحقاق غير الله سبحانه وتعالى للعبادة لشان كده إبراهيم عليه السلام قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين غاب وسقط قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر دقال كبير جداً وإذا بطلت عبادة الكبير فما دونوا من بابولا ولذلك ربنا قال فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين في امت ربنا قال وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما أشركتم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً وسع ربي كل شيء علماً أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطاناً فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال والأمن أمناً أمن في الدنيا وأمن في الآخرة والأمن أيضاً منه أمنٌ مطلق وهناك مطلق الأمن فمن جاء بالتوحيد كاملاً فله من الأمن بحسب توحيده وإن نقص ذلك فله بحسب نقصان توحيده وكذلك يكون الأمن في الآخرة بحسب توحيد الإنسان في الدنيا يكون له من كمال الأمن يوم القيامة والهداية في الدنيا إلى الحق والصراط القويم والهداية في الآخرة إلى جنات النعيم فهمت؟ ولذلك يا أخواننا الإنسان بالتوحيد يهتدي أنا دار أقيف مع موقف واحد أنه معنا إخوان موقف من كتاب تبرئة الذمة ده بتع محمد عثمان عبد البرهاني فهمت؟ ده شيخ الطريقة البرهانية طريقة كبيرة جداً وبعدين دي ما شغالة زي المسكينة بصلعة ده تحميدة ما زي الأسبوع الفات ما شهيش حد في العربي هنا لقى الناس مساكين الناس كلها تعبانة يا الله يا الله بتمرك حلة الخدار الشيرينغ هنا ما أبدي بحقه وهو بعضنة لسانه قال الوهابية ديل الخمسال فيما بتحاربهم لسه أدفع لسه فهمت؟ وده شوف ده لأنه ما عنده توحيد لشان كده بيكون جعان فيهمت؟ ربنا قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فيهمت الحاصل؟ ولذلك الكتاب ده ها الشيخ المؤلف الكتاب ده عنده أدبع من ألمانيا فيهمت؟ ومن أسكوتلندا والقطبة المتجمدة الغربي والشمالي وبتاع ده لو مش يا حميدة بيصراعته دي والله إلا إلا يعملوا له مصيبة هناك إلا يصبوا له شان ما تجي واقع ده عنده أدبع أكتر منك يا حميدة وفي النهاية كلهم عطالة وإذا ما تابوا من البرهانية ها ديل ما عملوا حاجة واحد يقول لك لا ما تتكلم في النازل ديل مرقوا الناس من النصرانية ودخلوهم وين؟ يقول لك دخلوهم في البرهانية ها دخل شب الباب ومرق بالسجف والله ما عمل أي حاجة هنا صفحة عشرة أندار وريك من عقايد الطريقة البرهانية فيمت صفحة عشرة لكتاب تبرئة الذمة في نصح الأمة كتاب كبير جدا قال بتكلم عن قدر النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن المكان الذي يأتيه منه الوحي فقال حيثما يكون في أقطار السماوات أسمع صلصة الجرس فأسرع إلى البيت المعمور فأتلقى الوحي فأحمله إلى الرسول أو النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى البيت المعمور الآن واتلو نسبيه في امتى؟ ده ظنه قرى الكشكول وشال القصة بتاعة لبابة واللصوص ودار اعمالها في حق النبي عليه الصلاة والسلام والله ده زول مجرم ومستهتر وزول فارغ وفاشل قال له يا جبريل التا الوحي بجيك كيف يعني ما أقول يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم السؤال ده غايب عنه لكن ده مجرم في امتى داري وصلك لعقيدة معينة قال له بكون في أي محل في السماوات ولا الأرض بسمع صلصة الجرس بمشي هناك طوالي وبيجيني الوحي طيب قال له خلاصة الآن أمشي بلغ البيت المعمور واتلو النسب بتاعي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الآخر آه وبعد ذلك شوف البحصة شنو قال فذهب سيدنا جبريل عليه السلام مسرعا إلى البيت المعمور وتلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله إلى آخر قال فانفتح البيت المعمور ولم يسبق أن فتح له قبل ذلك فرأى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بداخله فتعجب يعني مكام مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض الرسول قال له واطلع فوق البيت المعمور واطلوا النسب بتاعه طلع سريع وتلع النسب النبي صلى الله عليه وسلم انفتح البيت المعمور أول مرة قال له فليقى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد جوه البيت المعمور فعاد قال فتعجب فعاد مسرعا إلى الأرض فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه كما تركه مع سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه قال فعاد بسرعة خارقة إلى البيت المعمور ثاني رجع إلى البيت المعمور فوجده صلى الله عليه وسلم هناك ثم عاد مسرعا إلى الأرض فوجده صلى الله عليه وسلم ما زال جالسا مع سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه قال فسأل جبريل عليه السلام سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه قائلا هل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه هذا فقال سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه كلا يا أخ العرب لأنه قال ما عارف إنه جبريل قال كلا يا أخ العرب فإننا لم ننتهي بعد من الحديث الذي تركتنا فيه فقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر منك وإليك فلماذا تعبه أنت تعرف الزلدقاسي شنو؟ يعني الرسول هو الله ذاته قال له وقت إنت بترسلني بالرسالة وتجي إنت زاتك تترسل في دائرة التعب قال له في إمتى؟ دي عقيدة واحدة بس من كتاب تبرئة الذمة في نصح الأمة تعد طريقة البرهانية طريقة فارغة جدا وفاشة ودي العقيدة بتاعته دي العقيدة بتاعته ولذلك يا أخوان نشوف الناس دائرة الأمن لا بد من محاربة الصوفية الأمن والهداية في الدنيا والآخرة بمحاربة هؤلاء دي اللي بجروا علينا الويلات شوف النازل بعتقدوا أنت بشوفه برهاني بعدين تلقاه ممسح ولابس له طاقية برتغالية في إمتى وتجي تقول يا أخواننا الزلد بيدعو للإسلام ويدعو للدين دي تلقاه العقاية بتاعته عقيدة تانية هنا برضو صفحة دقيقة صفحة 268 خليها أنا حافظة في رأسي بعتقدوا البرهانية إن أن ذكر الله سبحانه وتعالى به تكثر الذنوب شان كده قال في الصفحة 268 قال ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمص البصائر والقلوب وترك الذكر أفضل كل شيء وشمس الذات ليس لها غروب في إمتى؟ دي العقيدة بتاعت الصوفية ها اللي بينشرها البرهانية للناس وغيره بتلقى حميدة وتلقى غيرهم وما في زول شغال بينشر التوحيد نشر التوحيد إلا من رحم الله البتلقى ناس يدعو له أغرب حاجة ورأني له واحد من أخواننا أنا دار أعلق علىها بسيط وهي إنه المسجد بتاع الأخوان المسلمين بيجاي بتاع إبراهيم الشين معلقين الصورة بتاعت حسن البنة في إمتى؟ يا أخ نفترض إنه حسن البنة ده ما مبتدع ولا ضل نفترض كده في إمتى؟ تعليق الصورة دي كبيرة من الكبائر ووسيلة من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى في إمتى؟ معلقينه في باب الجامع والذكرى ما أعرف الكامو تلتمية لإحياء الشهيد حسن البنة في إمتى؟ ومن دراك أنه شهيد ما تكذب ساكن في إمتى؟ فده حرام لأنه الليبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتاً في كل ولا صورة موضوع طويل أقدم شيخ مزامي موضوع طويل أقدم شيخ مزامي موضوع طويل أقدم شيخ مزامي